إيران، تركيا، إسرائيل، هذه اللي انت اعتبرت لهم ثلاثة مشاريع إيران استثمرت مطولا للأسف في المشروع الطائفي تركيا لعبت على ورقة الأخوان مطولا فجأة أفاقت الدولتين على فكرة الممرات والمشاريع الاقتصادية يعني أنت تريد أنك تخلق مراكز قوة أو تخلق لنفسك مناطق نفوذ من خلال التخريب فجأة الآن أنت تريد أن تشارك اقتصادية هذا مش تغني بالسعودية لكن هل هذا سبب المشروع السعودي الواضح؟ اليوم في المنطقة في مشروع تنموي حقيقي؟ ولا أنا أبالغ؟ بالنسبة للمملكة العربية السعودية منذ وعينا أو بداية تشكل وعينا لم نرى للسعودية أي مشاريع ترتبط به الذهاب إلى التعويل على مراكز قوى خارج نطاق الدول أو دنية الدولة الوطنية والمسألة الأخرى لم نسمع تصريحا لمسؤول سعودي يهدد ويرعد ومن ثم يذهب إلى المفاوضات غالبا ما كانت سياسة السعودية وقعية وهي تراعي كل التوازنات وبطريقة دولة وليس بطريقة توزيع مراكز القوى بالتحالف مع مراكز قوى أخرى وتعزيزها داخل البنى الاجتماعية المختلفة أو في دول مختلفة طبعا في هذا المجال يتقدم المشروع السعودي على المشروعين الآخرين ولكن هذا يتقدم على المستوى الجدي أو على المستوى العلاقات بين الدول لا يتقدم على المستوى الشعبي الذي يحب بالنسبة للآخرين الذي يحب مسألة العواطف استثارة الغرائز اللجوء إلى الأمور المتافيزيقية أو المورائية اشرح لي شوي المشروع السعودي قائم على العلاقات من دولة إلى دولة همه الرفاهية الاستقرار الانتقال طبعا إعادة إنشاء هوية وطنية سعودية من خلالها يتم إعادة تشكيل للعروبة ولدول الخليج العربي قائمة على الازدهار قائمة على مجموعة مسائل أساسية ما يجري في السعودي اليوم هو عبارة عن ثورة جديدة ثورة من فوق جاءت هذه الثورة بهذه الطريقة الثقافية والاجتماعية والسياسية والإدارية وداخل نظم الدولة كرد على فشل الثورات الأخرى التي كانت من تحت وأدت إلى تفجير كل البنى الاجتماعية هذه الثورة من فوق في العالم العربي تكسد طبعا ردا على ثورات الربيع العربي وجد الأمير محمد بن سلمان أنه لا بد من الذهاب إلى ثورة من فوق هذه الثورة من فوق وضعت السعودية في طور تأسيس جديد يعني هي مرحلة تأسيسية جديدة للمملكة العربية السعودية وهذا نوع يتناقض مع ابن خلدون مثلا ابن خلدون الذي قال إن للدولة ثلاثة أطوار أو ثلاثة أجيال هنا يأتي هذا المشروع في محاولة تحدي لهذا الأمر ويطرح رؤية تأسيسية جديدة يمكن تسميته بالمؤسس الثاني مثلا وهو متأثر جدا بطريقة التأسيس التي عمل عليها الملك عبدالعزيز وبالتالي هو يبني على هذا الأمر ويحاول المراكمة إلى جانب هذا المشروع هناك بعدان أساسيان للاكتمال أو لإذا بدك ترابط هذه المشاريع لأنه لا يمكن أن تكون سياسية أو اقتصادية فقط ولا يمكن أن تكون على مستودة لابد لها أن تكون بجوانب اقتصادية هناك تركيز على البعد الأركيولوجي الجغرافي المرتبط بالتراث وإعادة إظهار هذه المفاتن التاريخية القديمة التي كانت في الظلام إعادة إحيائها وربطها بالمستقبل تقديم قصد يعني ربط الماضي بالمستقبل تأسيساً عليه أو تأسيساً له هذا مشروع كبير بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية مسألة الثانية التطوير الإعماري التكنولوجي التقني والاستثمار بجيل الشباب لأنه معروف أنه النسبة الأكبر من الشعب السعودي هي نسبة الشباب الاستثمار بهم بطريقة هادئة بطريقة هذه التحولات الثقافية والاجتماعية المبنية أو المترافقة مع مشروع يجعل السعودي لا يخاف من الغرب ولا يخاف من الشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة